لا يمكن لنا إلا أن نترحم على الشيخ العالم العابد المعلم المؤدد المجاهد المفتي في وقت صعب من تاريخ بلادنا مع قائد من قادتنا الأشاوس من جبال بلاد زواوى والقبائل القبرى أعمروس رحمه الله هذه الكلمات القلائل تدل دلالة قاطعة على مكانة هذا العالم المجاهد المربي الخلوق كان الناس يتعلمون من أخلاقه ولا يتكلم كثيرا وقد عرفناه أكثر ربما من ربع قرن وقبل تأسيس الجبهة الإسلامية لإنقاذ ذاتها ولا يمكن في هذه العجالة أن أتحدث عن لقاءاتنا والأماكم التي التقين فيها وتحدثنا فيها وتعلمنا من الشيخي من أدبه ومن خلقه ومن علمه ومن ثباته رغم أنكم ترونه وديع ولكن عند المواقف الحاسمة يقول كلمة صارمة بلسان هادئ نعم هذا العلم المفروض يعني رسالة تعزية أو مهما قلنا لا يمكن أن نعطي الرجل حقه وقد عمر وكما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله والمعمرين من علماء الصحابة وعلماء الأمة كثيرون حتى أنه جمعهم الإمام السجستاني في كتاب سماه المعمرين وأيضا هناك من مات من أهل العلم صغارا سواء من الصحابة أو من العلماء الشيخ بن بديس رحمه الله يوفي ولم يصل خمسين سنة وأضرابه كثير على كل حال العبرة بالصمار العبرة بالآفار ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالسهم زيادة طيب شيخ علي ماذا عن مرحلة الجهادية مرحلة الجهادية قليلون منهم جمعوا بين الخصلتين خصلة الجهاد والعلم لا هناك علماء أيضا آخرون ولكن أهل عليهم التراب هناك علماء أيضا جمعوا بين الفتوى وحمل السلاء وتعليم الأمة ولكن نحن تاريخنا كتبه المنتصر وكتبه المغتصب والذي أراد أن يعرف الشعب الجزائي التاريخ الذي كتبه الذين اغتصبوا السلطة وصوبوا أمورا هنا وأمور هناك يعني وثائق الصمام كتبت في بيت الشيخ عبداللطيب سلطاني رحمه الله ولكن هذا الرجل لا يذكر وقد مات تحت الإقامة الجبرية وأمثاله كيف ولذلك لابد أن نخفص لعلمائنا وأعلامنا ورجالنا يعني ليس حصص وإنما حصص حوارية يعني حتى يفقها الناس يعني عبدالله بن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال عبدالله بن عباس ذهابوا فقهائها وخياروا أهلها وقال مجاهدك هو معروف عنه موت علمائها وصلحائها يعني موت العلماء سلمة يعني لا تسد إلا أن يخلف على الأمة وسيخلف الله تبارك وتعالى على هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخير فيه وفي أمة إلى يوم القيامة